مباراة السوبر الأخيرة لنادل الأهلي في مباراة الرجوع شاهدتها إزاي؟ والله إلا أسف أنا ما تابعت المطش كنت مسافر لكن على طول بعد ما عرفت حتى كنت متواصل مع أحد من الأصحاب يعني علي هنا موجود معنا بس سلوب يقولي لا والله دلواتي 85 والرقاء واحد صفري يعني لغاية دلواتي ما قلت له خلاص أنا شغلت كنت في الطيارة أول ما نزلت تشوف الصور الأهلي والكاس فهتصل فيه لا أهلي كسب أهلي كسب أهلي كسب أهلي ترجيع دلواتي يا الله دلطيب عم مبروك خلينا نروح برضو لبعض الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوها محمد إبراهيم يا جماعة مفضلكم ممكن لو تبعتوا أسئلة يعني لو تبعتوا أسئلة الكابت خلينا تبقى طبعا هو يبقى مفسود جدا بالكلام ده من منور مصر وقناة الأهلي يا أحسن معلق عربي ده محمد إبراهيم أن الأهلي بقولت حال شخصك أشكرك جدا ومنور مصر كابتن بلوشي وقالت تسأله اسم الأهلي بيمثل ليه إيه؟ الأهلي مش لي أنا إسلام الأهلي كيان عربي يعني إحنا يجب أن نفتخر فيه على جميع المستويات جماهيريا حتى على مستوى مجلس الإدارة على مستوى التنظيم أنا دخلت النادي الأهلي شفت أنه عبارة عن منظومة متكاملة حتى خارج نطاق كرة القدم اليوم وأنا أتابع تقرير شفت أنه في السنة اللي فاتت الأهلي قايب أربعمية وحاجة بطولة ومركز أول وميدالية في كل الألعاب في كل الألعاب الشيء المجتمعي الجميل جدا اللي موجود بالنسبة للنادي الأهلي والناس اللي تيقي النادي الأهلي اليوم الأهلي أفرع موجودة في مصر وممكن قريبا خارج مصر اليوم أنا كعربي يعني يهمني جدا أن إحنا كيف نتفوق على أندية أوروبا أقرب نادي ممكن يتفوق على أندية أوروبا ويتسيد العالم هو النادي الأهلي فارق بطولتين ما بين ريال مدريد والأهلي اليوم على مستوى البطولات الخارجية وبالتالي مسألة أنه يتفوق ويجي نادي عربي ويجلس على قمة الهرم العالمي أمر راح يكون مهم جدا لنا إحنا كأندية عربية واليوم أنا كمتابع عربي لازم أكون حريص في هذا الجانب نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل الأندية العربية المشاركة سواء في أفريقيا أو حتى في آسيا لكن من أقرب فريق ممكن يكسر رقم ريال مدريد هو الأهلي والفرصة موجودة ترى وأنا تكلمت في هذا الموضوع لا تستبعد أي شيء في ظل وجود النادي الأهلي وفي ظل الإدارة اللي موجودة حاليا أن النادي الأهلي فظله بطلتين يعني إحنا مثلا ندخل على حادي عشر والسوبر الأفريقي وكاس عالا من الأندية وممكن ريال مدريد يجي تحت الأهلي بعد سنة سنتين هذا الأمر اللي خلينا إحنا نعتبر الأهلي كيان كبير جدا حقيقة نفخر فيه بشكل أو بآخر